النهار ده باستيزة إنعام محمد علي في كلمتها قالت جملة مهمة جدا وانا بركز مع كل كلمة بتقولها لانها مدروسة قوي قالت خلي بالكبو لما نقول بقى توصيات المعرجان دي مهمة جدا الورقة دي مين اللي كتبها؟ كتبها صناع الدراما كتبها اللي عملت أم كل سوم اللي عملت طريق إلي إلات اللي عملت ضمير قبل حكمة هم نتكلم فيها خينا بس احنا كان قدامنا حلين ينأجل ونبقى السنة الجاية عشان ناخد الأعمال كلها نعمل الدورة دي ويبقى رمضان فقط ليه اخترت نعمل أنا من المؤمنين بأسهرهم في الياب أنا أحب يلا ما ضمنش الله أعلم إيه اللي جاي يعني فالحقيقة أنا تحملت جدا على جملائي في المجهود وفي الوقت لكن الحمد لله إن إحنا قدرنا النهاردة نعلن عن هذا الورص وبعدين يعني برضو زمي إيها بقيل وانا دايما بقول هو احتفال بورص الدراما تعالي نتطفق إن الشركة المتحدة بدأت تمسك ملفات كتير قوي في حيات كتير قوي بدأت تزدهر تتطور تبقاليها ملامح تتطفق وهوية بتاعتنا إحنا هوياتنا كانت ضاعة إحنا ما كناش عارفين نعمل إيه فعشان كده أنا يعني بحيي الشركة المتحدة على المجهود الكبير اللي مبزول على التطور اللي حصل في الدراما على إن إحنا نعود للريادة طيب ما هو الكلام ده يرجعني يعني أنا بقول في المقدمة إنه آه إحنا شايفين فيه اختلاف قيمة العمل الرسالة اللي وراه ما بقاش فيه قيم زائفة وقدوة ما ينفعش إنها تكون موقوكة كلام من هذا القبيل فهنا بقى الرسالة اللي وراه العمل هل برضو من فكرتكم ونت بتعملوا المهرجان ده المهرجان ده قيمة الأعمال وصلت إيه عملت إيه طبعا فيه جزء فني ومعايير فنية لكن هل فيه معايير لو جاز التعبير مش أقول معايير أخلاقية بس انت العمل ده أنا استفدت منه إيه كمشاهد ده بتفكروا فيه ما هو أشوف أقول حاجة على حاجة إحنا يعني في التوقيت الحالي في التوقيت الحالي يعني ذلك هنتكلم عن الأختي وارد في التوقيت الحالي إحنا مهم جدا نقدم أعمال تتطفق الظرف الاجتماعي اللي إحنا فيه تمام صحيح صح إحنا كان عندنا فترة كده ما فيهمين كوميدي يعني أي حاجة لا النهاردة ما فيش عمل بيعدي ما فيش عمل بيعدي يعني منيجي نتأمل التربيزة كان عليها إيه هتلاع لها حاجة مهمة هوية مش هتكلم عن السنة دي عشان دخل التقييم لكن ده عسل فتن طريق إلى كابل اسمه إيه آه طريق لكابل بتاع الكابل لا ما اسمهش طريق لكابل القاهرة كابل القاهرة كابل سوري قاهرة كابل تلاقي أعمال مهمة جدا حتى لما جينا نعمل الكوميدي حتى فبدأ بدأ الناس صناع الدراما تهتم بالمحتوى مش إن إحنا بنملأ ساعات عشان كده النهاردة هتلاقي الباقة اللي معروضة أمامك فيه القنوات المختلفة بيتباقة متميزة جدا وده لإن أصبح هناك ضوابط أصبح هناك معايير أصبح هناك ناس تبحث عن قيمة الدراما الموصية وتحفظها ليه ترجمة نانسي قنقر